سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي امبارح استقبل في مطار العالمين الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي بتشهدها المنطقة العربية وده من أجل توحيد جميع الجهود لتوصل حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة على المستوى التعاون الثنائي تم بحث كمان الفرص العديدة الواعدة لتعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية اللي بتدعم تحقيق التنمية المستدامة خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن الزيارة دي مع ضفنا الكاتب والمحلل السياسي جمال رائف اللي منوارنا النهاردة في الستوديو أهلا بك يا جمال أهلا بحضراتكم وصباح الخير وصباح الخير على كل السيدة مشاهدين منوارنا يعني مصر والإمارات بينهم علاقات وطيدة من زمان ويعني محبة وطبعا وحدة عربية والدولتين النهاردة بيقودوا المنطقة لو نقدر نقول كده في البداية كلمنا عن دلالة وأهمية هذه الزيارة فوجة نظرك بالتأكيد مصر والإمارات علاقات استثنائية وعلاقات مميزة ولها خصوصية كبيرة للغاية هناك تنصيق مستمر وتشاور دائما بين القاهرة وأبو ظبي هذا انعكس في الحقيقة إيجابيا على جودة العلاقات سواء في الإطار السياسي أو حتى في الإطار الاقتصادي بنتكلم على شركاء استراتيجيين وأيضا جودة العلاقات بينهم بتخدم المصالح الإقليمية وبتخدم بالتحديد المصالح العربية وعشان كده بنتكلم أن الحراك العربي القائم الآن دول كبيرة ومؤثرة زي مصر الإمارات السعودية البحرين وكويت وغيرين من الدول العربية القادرة على الصمود في ظل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية القائمة هي القادرة الآن على قيادة عمل عربي مشترك يستطيع بالفعل صون مقدرات الأمة العربية وأيضا الحفاظ على الأمن القومي العربي وبالتالي أنا أعتقد أن العلاقات ما بين مصر والإمارات علاقات طوال الوقت متنامية ومتطورة بعد عام 2014 طبعا جهدت طفرة كبيرة للغاية نحن نتحدث عن ثاني مستثمر عربي في الداخل المصري التاسع على مستوى العالم في الاستثمارات في الداخل المصري بنتكلم على تبادل تجاري يعني بيتخطى 3.6 مليار دولار يعني ممكن نقول 4 مليار دولار بنتكلم على أيضا استثمارات في مجالات حيوية في الداخل المصري سواء البنية التحتية طبعا المجال العقاري المجال التصنيعي أيضا مصر والإمارات كمان يعني زي ما بنقول جذب الشركاء العرب الآخرين عشان كده وجدنا البحرين بتوقع منذ أسابيع على الاتفاق الخاص بأصناعة تكملية من أجل التنمية وتنضم إلى مصر والأردن والإمارات رأينا اجتماعات ربعية زي مصر والأردن والإمارات والعراق إذن هناك يعني جودة انعكست كمان على إحداث نوع من أنواع الرواج في العلاقات الاقتصادية بالتحديد مش بس على صعيد العلاقات الصينائية ولكن حتى على صعيد جذب المزيد من الشركاء العرب وبالتالي هي علاقات أكثر من رائعة علاقات متميزة وأيضا ربما التواصل المستمر والعنصر هنا كمان الشعبي والأخوي والأواصر الشعبية ما بين مصر والإمارات بتدعم طوال الوقت الإرادة السياسية التي تدعم هذه العلاقات طيب يعني قبل ما نخش في الجانب السياسي خلينا أخذ الجانب الاقتصادي يعني هناك دوائر للجانب الاقتصادي يعني لما بنتكلم في ملف الطاقة لما بنتكلم في ملف الاستثمار العقاري لما بنتكلم في ملفات متعلقة بالزراعة لو خدنا كل ملف من دول وربما يعني محتاجين برضو من حضرتك أسجمال تضفلنا برضو ما هي أهم الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث هذا التكامل ما بين مصر والأمارات أو ما بين مصر ودول القمة القماسية لاحقا لحركة المعيزة أنا أعتقد أن أهم الملفات مرتبطة أيضا بمهددات الأمن القومي العربي الآن سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو أمن الطاقة أو حتى فيما يتعلق بالصناع عشان كده بنجد أن هناك اهتمام كبير جدا الآن بجذب الاستثمارات إلى مصر في هذه القطاعات خاصة أن مصر كمان في مجال الطاقة أصبحت الآن مركز إقليمي للطاقة وتسعى لدخول في مجال الهيدروجين الأقدر وأيضا تسعى لتصدير الكهرباء والغاز للمنطقة ومن ثم أعتقد أن مجال الطاقة مجال الإمارات بتحظى بخبرات كبيرة جدا وواسعة النطاق وبالتالي التعاون سوف يكون مسمر أيضا الأمن الغذائي مصر لديها مقاومات الآن أكثر من رائعة نتحدث عن مستقبل مصر الدلتة الجديدة نتكلم على تشكة طبعا الكثير من المشأصوب الزراعية حتى في مجال الاستزراع السمكي الثروة الحيونية الآن مصر لديها طفرة كبيرة جدا وتصنيع الزراعي كمان وتصنيع الزراعي عشان كده وجدنا ما يحدث الأهم من فكرة إحداث شراكة من أجل تصنيع أو تصنيع التكاملي وهنا بقى فكرة التكامل ما بين المقدرات لكل دولة يعني هناك دول لديها الطاقة ولديها الأموال وهناك دول آخر لديها الثروة البشرية ومقاومات الصناعة هناك دول آخر لديها القدرة اللوجستية على تصريف هذه المنتجات ليه بقى كليك فكرة التكامل عشان كده نحن الآن في حاجة إلى إحداث هذا التكامل العربي العربي والشركات العربية العربية أنا أعتقد أنها الأأمن نعم نحن ممفتحون على العالم نحن لدينا شركات مع مختلف دول العالم ولكن الشركات العربية العربية الآن تخدم المواطن العربي وأعتقد أنها بتخفف من تبعات تأثيره بالمتغيرات الدولية القائمة لأن المجتمعات العربية في الآخر متشابهة من حيث المهددات يعني جميع الدول العربية لديها مخاوف من الأمن الغزائي كل الدول العربية لديها مخاوف من فكرة أمن الطاقة وبالتالي أنا أعتقد أن التكامل حتى في مجال التصنيع مثلا نستورد الكثير من الصناعات من الخارج وأيضا المجالات التكتولوجية وبالتالي إحداث تفرى في هذه المجالات من خلال تكامل الخبرات وتكامل الإمكانيات أنا أعتقد أن ده مهم عشان كده الإمارات الآن بتسعى لفتح مجالات جديدة في الاستثمار وفي التعاون الاستثماري مع الدولة المصرية خصوصا أن مصر أيضا لديها الآن بنية تحتية جديدة ومتطورة وأيضا تنفتح على مجالات جديدة زي ما تحدثنا على فكرة الهيدروجين الأغدر على فكرة أيضا الأمور اللوجستية وأن تكون مصر مركز لوجستي إقليمي مهم نحن نتكلم على عدد كبير من الموانئ نتكلم على عدد كبير من الطرق الكبار مش بس اللي هي بتسهل حركة المواطن يجب علينا أيضا أن ننظر إلى هذه البنية التحتية الخاصة بالنقل والطرق لأنها أيضا موصلة للإقليم سواء إفريقيا أو المنطقة العربية وأيضا إلى الشاطئ الآخر من أوروبا عشان كده بناجد دايما الآن تحت أوروبا يتحدث عن مصر كون مصر شريك أساسي فيما يتعلق به يعني إيجاد حلول في أزمات الطاقة أو أزمات الغذاء ومن ثم أعتقد أن المجالات كثيرة جدا وأطر التعاون سواء على صعيد التصنيع التجارة، الزراعة، الاستثمار العقاري وغيرها من المجالات كلها فرص وعدة للاستثمار المصري الإماراتي وزي ما حدك قلت أن المنطقة بالأكمل هي بتمر بتحديات حقيقية النهاردة كمان هيكون فيه انعقاد لقمة خمسية هيترقصها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي فوجت نظرك إيه أهداف هذه القمة وكمان كلمنا أكتر عن الدول المشاركة فيها أنا أعتقد أن هذه القمة بداية كده من حيث دلالة المكان هي تضع العالمين كمؤثر إقليمي جديد وبتمنحها دور إقليمي جديد زي ما كنا دايما بنسمع شرم الشيخ ودورها الإقليمي الفاعل في بعض القضايا ستضع شرم الشيخ لكن في الشت الآن سوف نستمع أيضا إلى اسم العالمين الجديدة كعاصمة سياسية جديدة للدولة المصرية بتقوم بدور إقليمي في بالغ الأهمية وبالتالي أنا أعتقد أن هذه من أحد المكاسب المهمة والمكاسب التي هي بين السطور يجب علينا نحن كمواطنين مصريين أن نقرأها ونفخر بها أن منذ سنوات فقط لم تكن هناك العالمين الجديدة اليوم نتحدث عن العالمين الجديدة ونتحدث عن قمة خماسية بها خمس قادة عرب سوف يكون في هذه المدينة الجديدة في إطلالتها الجميلة في الحقيقة ومن ثم أعتقد أن هذه القمة من حيث دلالة المكان فهي لها معنى مهم جدا من حيث دلالة التوقيت فهي بلغة الأهمية المجتمع العربي الآن زي ما كنا نتكلم بواجه الكثير من المهددات والمخاطر وأيضا يسعى لإيجاد حلول للكثير من الأزمات التي تحيط بالمجتمعات العربية مصر، الأردن، البحرين، الإمارات، العراق الخمس دول الذين سوف يشاركون في هذه القمة أعتقد أن لديهم عمل مسبق قبل هذه القمة يرشح هذه القمة للنجاح لأن رأينا مصر والأردن والعراق عملوا مجهود كبير جدا في التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري وإنشاء تكتل الاقتصادي في هذا الإقليم أيضا وجدنا مصر والأردن والعراق برضو في نوع من أنواع التكتل الاقتصادي أو التعاون الاقتصادي الثلاثي أيضا وجدنا مصر والأردن والإمارات والبحرين الاتفاقية الخاصة بالتعاون من أجل تصنيع تكاملي إذن الدول الخمس المجتمع الآن التي سوف تجتمع في العالمين هي بالفعل لديها عمل مسبق لبناء تعاون أيضا مثمر خلال الفترة القادمة أنا أعتقد أن الموضوعات الاقتصادية على الرأس الأولوية محور الطاقة أكيد محور الشام الجديد كما أطلق عليه وعندنا كمان الخليج اللي ممكن يطلع منه إيه هذا الاجتماع خمس دول بحجم يعني يعتقد كبير جدا ومؤثر كبير جدا يعني أحنا أكيد فيه شقين الشق الأول لعلاقة بالمحور الاقتصادي أنا أعتقد على صعيد المحور الاقتصادي أن تعزيز دور هذه التكتلات الاقتصادية والعمل بشكل أكثر تنظيما وأكثر تكاملا ومن الممكن أن يكون هذا في المستقبل نواء لسوق عربية مشتركة لتعاون عربي كلنا بنتمنى كل الشعوب العربية بتتمنى بتتمنى أن يكون هناك تكامل عربي حقيقي في مجال الاقتصاد وهذا هو وقته في الحقيقة أن هناك عمل دبلوماسي مصري شاق وكبير جدا لإحياء هذا الزخم العربي هذا لم يأتي من فراغ بالمناسبة يعني هذا العام 13 قائد عربي أتوا إلى القاهر نتكلم على جوالات لأسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خارجية في المنطقة العربية إلى الإمارات إلى المملكة العربية السعودية إلى صلى الله عليه وسلم إلى أيضا البحرين وغيرين من العواصم إذن هناك حراك كبير جدا بتقود الدولة المصرية من أجل ما نشهده اليوم من تحركات بقى بتفيد الاقتصاد العربي وبتؤمن مصالح الدول العربية عشان كده أنا أعتقد أن المخرج الاقتصادي من القمة الخماسية هو الأهم هو الأبرز هو ما يتطلع إليه الآن المجتمع والشعوب الخاصة بها هذه الدول تحتاج إلى إحداث نوع من أنواع التكامل الاقتصادي التعاون الاقتصادي المثمر المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة البنية التحتية المجالات الزراعية لأن أيضا هذه الدول كلها لديها أجندات أو استراتيجيات لأتنمية المستدامة وبالتالي هذه الدول لا تريد أن تعطل استراتيجياتها الخاصة بأتنمية المستدامة وأعتقد أن التعاون سوف يكمل مضيانة نحو هذه الاستراتيجيات الشق الآخر الخاص بالسياسة بالتأكيد هناك الكثير من القضايا السياسية على طاولة القمة الخماسية سواء فيما يتعلق به القضايا المزمنة في المنطقة العربية والتي تسعى الدول العربي الآن لإيجاد حل حقيقي لها طبعا على رأسها القضايا الفلسطينية وهناك زخم في الحقيقة تجاه القضايا الفلسطينية ويجب على المجتمع العربي وحتى على الداخل الفلسطيني استفادة الاستفادة القصوى من هذا الزخم وهذا الاهتمام الذي عاد بفعل الدور المصري الفعال تجاه القضايا الفلسطينية طبعا قضايا أخرى زي طبعا اليمن الاستقرار في العراق سوريا غيرين من المناطق أو غيرين من الدول العربية إذن الملفات أيضا السياسية مهمة ملفات بقى أيضا مستجدة أو كما يمكن أن نقول زي طبعا ملف التغيرات المناخية ملف أمن الطاقة ملف أمن الغذاء المهددات الحالية طبعا أمن أو التغيرات المناخية بالتحديد لأن طبعا مصر سوف تستضيف كوب 27 وأعتقد أن مصر الآن بتبلور رؤية عربية ورؤية إفريقية قبل إنعقاد المؤتمر كنت لسه أسألك كمان عن النقطة دي لأنه دول الخليجة عمتا بتمر بتحديات معينة بتحصل دلوقتي ومصر كمان بتمر بتحديات أخرى وفي تحديات مشتركة بيننا كلنا كالأمن الغذائي مثلا زي ما كنا نتكلم هل هذه الشركات وإنعقاد مثل هذه القمم مثلا بتعزز التوازن خلييني أقول في المنطقة مثلا والإقليم وأهمية إنعقاد مثل هذه القمم إيه؟ أكيد هذه القمم والحراك العربي الذي نشده الآن بتأكيد بيعزز من وجود دور عربي فعال في المجتمع الدولي الآن يعني البعض يتحدث عن تشكيل أو تشكل في شكل العالم مجددا والمجتمع الدولي يتغير وشكله يتجدد وبالتالي أن تحجز الكتلة العربية مكان في وسط هذا العالم الذي يتغير فهذا مهم تحجز مكان إزاي؟ بهذا الحراك بهذا التكامل بالتعاون الدائم وبتوحيد الرؤى وتوحيد الصف وإيجاد كتلة عربية تستطيع الصمود في ظل هذه المتغيرات اللي بتعصف بالدول الكبرى نفسها يعني كنا الآن بنشوف إزاي الولايات المدحدة الأمريكية نفسها بتعاني اقتصاديا الانتحاد الأوروبي إزاي لديها أزمات في الطاقة وفي الغزاء وحتى على الصعيد الاقتصادي بشكل عام إذن كل الدول بتعاني وبالتالي المجتمع العربي ليس بمعزل عن المجتمع الدولي ولكنه أيضا عليها أن يعمل بشكل جاد من خلال توحيد وجاة النظر سواء فيما يتعلق به القضايا السياسية وإيجاد رؤية سياسية موحدة هذا رأيناه بارزا في قمة جدة يمكن في قمة جدة كلنا كنا سعداء أن رأينا رؤية عربية يتم طرحها بشكل منظم وبشكل لا خلاف عليه ما بين القاضة العرب وهذا يطمئن الشارع العربي أيضا على الصعيد الاقتصادي المواطن العربي ينتظر من القاضة العرب تأمين المصالح الخاصة بالطاقة والجزاء وهذا ما يحدث الآن في القمم المتتلية وعلى رأسها قمة العالمين وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي أنه فيه وحدة مش بس في الرؤى لا كمان فيه اتخاذ القرارات وفيه الفعل على أرض الواقع يعني وده يمكن لأول مرة بنشوفها أنه طول عمرنا شايفين الدول العربية طبعا متكتفة مع بعض ووقفين جميع بعض لكن وفيه طبعا توحيد للرؤى في جميع الأصعيدة لكن يبقى فيه قرارات تتخذ على أرض الواقع وقمم بتنعقد كل شوية دي من الحاجات اللي في الحقيقة احنا كعرب حتى نمش أتكلم على نفسي كمصرية مبسوطين أن احنا نشوفها وحبين أن احنا نشوفها أنه نتوحد كقوة واحدة أكيد يعني جابر رأيف أنت دايما بتنورنا في الستوديو كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي وأكيد أكيد هتبقى معانا أكتر وأكتر في الأيام اللي جاي شكرا لحضراتكم كنت سعيد جدا وأنا معاكم وشكرا لكل سيدة مشاهدي شكرا جزيلا شكرا